وقع المشرف العام على الهائة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الوزير أحمد عساف اتفاقية تعاون مع مستشار حراسة الأراضي المقدسة وممثل الرهبان لفرانسيس كان لدى دولة فلسطين الأب إبراهيم فلتس للبث الإذاعي والتلفزيوني لمراسيم القداس الاحتفالي لعيد الميلاد المجيد في كنيسة القديسة كاترينا وبتوجهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتم اقتصار الاحتفالات بالميلاد لهذا العام على رجال الدين ضمن إجراءات السلامة والبروتوكول الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا وسيتغيب عن الصلاة الميلادية لهذا العام جمهور المؤمنين المصلين في كنيسة القديسة كاترينا وسيصلي رجال الدين وحدهم